شباب دلوقتي الجزء الخاص بالسطوري بروبلم والاس اي تعجوا بيقولي اول سؤالة عندنا بيقولك يبقى عندي اول معلومة ان الفريقونسي ب300 هرتز ماشي وبعدين راح لك في زر زمان standing at a distance 0.99 كيلومتر يبقى معالدي 0.99 كيلومتر يعني time stamp power 3 عشان حولها متر فراح قالك who has here the sound after 3 seconds بعد time قد ايه ب3 seconds حلو اللي اتنين دول مواد يجيبوا فلوسطي distance time فتبقى 0.99 times 10 power 3 over 3 فنبسكها كالكليتور 0.99 times 10 power 3 divided 3 فتطلع عن velocity ب330 meter per second ماشي بعدين عليك find the wavelengths خلاص هتقول بقى ان V هي frequency في ايه في لامضة فالV 330 Frequency 300 واللمضة اللي انا عايز هوادي دي بالايه بالdivided فالما دي بالدفاية تطلع عن اللمضة 330 over 300 تطلع 1.1 متر كده جبنا ليه الweblands طب جميل ده السؤال السؤال اللي بعده طلعي فورك of frequency 200 يمانا معي الfrequency 200 hertz was strike and put at one of the opening of a tube which is opened from both sides يعني انا عندي انبوبة كده اهو بالمنظر ده وابند from both sides دي الرسم وراح قالك and has length of 8 متر يبانا الانبوبة دي طلها 8 متر ماشي بعدين so the beginning of the first wave reached the end of the tube when the sixth wave was about to enter يعني لو الاولى وصلت لنهاية التيوب لما الستة كنت على وشتك الدخول يعني جواه في خمسة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة فدي الخمسة ايه الفايف ويفز لما كانت الستة على وشك الدخول حلو يبقى انا جواه عندي كام ويف اقولنا هيبقى عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فايف ويفز او الحد دي نوه الاولى على وشك ايه الخروج جميل يبقى انا ممكن اطلع معلومة ان انا معايا النمبر يبقى النمبر بكام هيبقى 6-1 يعني 5 ويفز جميل فراح قال لك ايه 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 ببص ركز معايا لكالكريت عشان اجيب السبيد محتاجة اجيب اللمضة فاللمضة هي ايكس وفر ان فالمسافة تمانية على فايف وعدد الويف فتطلع ب 1.6 يبقى الفي هو فريكونسي فاللمضة فالفريكونسي بكام 200 واللمضة بكام 1.6 فتطلع فتطلع بالزبط بكام 320 20 متر بس منطقة البساطة يبقى انا عرسمت وعرفت عدد الويفز اللي جوه فمن عدد الويفز اللي جوه معايا المسافة دي تسين فيها كام موجة تعال عدد ادي واحد ودي اتنين ودي ربع تبقى تسين على اتنين وربع مش ونص ساعة ابص اذا كركز فتبقى 90 دفايد 2.25 فتطلع 40 سنتيمتر 40 40 سنتيمتر عايز فمحتاجة اجيب فالفريكونسي فالفريكونسي تجاب ازاي اصل حاجة البريوديك تايم البريوديك تايم هو اهو دالتي يبقى واحدة على 0.04 واحدة على كام 0.04 اه فتطلع عن التردد بخمسة عشرية حلو الفيلوستي هي بتساوي ايه الفيلوستي هي فريكونسي في لامضا فالفريكونسي 25 اللامضا بكام ب40 يعني 0.4 يبقى 25 times 0.4 فتطلع 0.4 دي جات من اين 40 times 10 bar negative 2 فبتطلع بالزبط 10 meter 7 جميل جدا تعال لبعده طبعا اللامضا انا جبتها 40 سنتي عايز تحولها من هنا ميتر لها 0.4 ميتر ازاي هتعمل times 10 power negative 2 تعال لبعده number 4 جيقولك 2 waves واداك الفريكونسي فريكونسي 1 1 28 هرتز واداك فريكونسي 2 320 هرتز propagating air ميتر يعني نفس الميديم فالسرعة ثابتة الفيب كام 320 meter per second يبقى جيبوا wave lengths الاولى wave lengths التانية واعمل ايه واعمل مينوس يبقى lambda 1 هي V1 على فريكونسي lambda 2 هي V2 على على فريكونسي حال فالفي هنا 320 على فريكونسي طبعا ديوان الاسف فريكونسي 1 على فريكونسي 1 اللي هي 321 بتطلع بكام بوان ميتر طب التانية V2 هي هي نفس الصورة ليه لانه فان اير يعني سيم ميديم حلو over فريكونسي 2 فريكونسي 2 320 يعني ميتر يبقى انا غلط فريكونسي 1 ثانية فريكونسي 1 128 يبقى calculator over 128 تطلع 2.5 2.5 ها جميل وكلام منطقي حتى ليه كلام منطقي اللي عنده فريكونسي اقل عنده ويفلينس اقع فلازم lambda 1 اكبره يبقى السرعة على فريكونسي دي الاولى والتانية السرعة على فريكونسي التانية فالفريكونسي التانية اطلع بطة بس وهدي وهدي الفلوستي فالديفيشن لازم يطلع بوام فانت لما تروح تجيب دلتا لمضا يبقى هي لمضا كبيرة مينس لمضا السرعة ليه يجبنا دلتا لانا هو عايز ديفرونس هو عايز ايه؟ عايز الفرق فالفرق ما بين الاطوال الموجية يبقى الطول الموجي الاول مينس الطول الموجي التاني او بتطلع كام 1.5 ميتر بالظبط سؤال بسيط يعني كل اللي عملته بس ان انا اسمت الفلوستي على الفريكونسي الاولة مرة الفلوستي على الفريكونسي التانية والفلوستي كونستانت عشان سيم ميديم فالسرعة ثابتة فتجيب طول الموجي الويفلينس الاول والويفلينس التاني وتعمل ماينس هيطلع الانصر دي نمبر فور نمبر فور نمبر فايف بيقولك ويرليس ترانسميشن ستيشن ادي ستيشن ها محطة ماشي مالا بقى قالك send waves to satellite لحد امر ايه امر صناعي مثلا هنا لحد امر صناعي تعال نرسم واحدة مثلا نعمل اي حاجة كده وليكن ده امر صناعي تخيلوا بقى ان ده امر صناعي اي حاجة مش مهم المهم يعني فراح قالك ايه قالك الويف to satellite at speed 3 times 10 power 8 ايما انا عندي الفلوسطى 3 times 10 power 8 meter per second حلو and after 0.03 seconds the station received استقبلت the reflected way يعني موجه دي خبطت خبطت اين هو او كده وارتدت فاستقبلت بعد time 0.03 second دل time حلو ايما ده رايح وجاي مع بعض ماشي calculate the distance between the earth طب اكنا قولة سنة او V equal to t خلي بالك time ده رايح جاي فالtime ده هيجيب لك المسافة رايح جاي يا تحسبة كده وجيب distance كلها وتسعة اتنين صاحة او من الاول divide the tool time وجيب distance شوف الاسهال لك انا عادي احلاها وضعها و بعد كأسم في الاخر فادل دي time 0.03 velocity 3 times 10 power 8 فانا هعمل ايه كل هعمله هعمل كده وهعمل ايه كريس كروس 0.03 time 3 times 10 power 8 فهتطلع بالظبط الكسة دي 9 times 10 power 6 متر ده ال distance بس دي ال distance ايه رايح جاي انا اقول 2D مش دي لان دي ال 2D كلها هو كأن دي 2D distance المسافة رايح وجاي فدفايد 2 فتطلع ال distance دفايد 2 هتطلع بالظبط كان 4.5 times 10 power 6 متر عايز تكتبها كده صح؟ عايز تكتبها زي المودر الانصر يبقى 4.5 وعايز تخليها كيلومتر فده ال 1 ده 10 power 3 فده تبقى 10 power 3 عشان ال 1 ده 10 power 3 فتطلع دي المسافة اللي انا عايزة مش عايز تعمل كده وعايز بالاول ال time divided 2 وتشتغل تين ال distance على طول صح ال 2 صح شوف الاسهال لك ده number 5 number 6 بلاسهال محترم قوي بقى بقولك محطة راس دي زلازل اهو قدي المحط قدي ال station اهو جميل قالك ملادتكتد 2 types of first quake of difference بيت صرعات مختلفة حلو مكتين مكتين ايه اهو هاتوا بالاستيشن احصلهم واحدة بفلوستي 6000 اهو متر برساكن والتانية 5000 متر برساكن طب جميل الفرق الزمني يعداد دلتا تيه الفرق الزمني 1 ميت ده من الزمني واحدة فيهم ده الفرق بالاتنين يعني فيه موجة خبطت وصلت قبل التاني اكيد الاسرع فده هيبقى مثلا تي تو مين عنده زمن اكبر الابطأ عشان تبع عارف بس ماشي وراح قالك من نفس المصدر من نفس المصدر من نفس السورس اهو حلو طب جميل فده معنى ايه معنى النفس الديستنس مالستيشن ثابتة والسورس ثابت فهو عيبقى نفس الديستنس ده يساعدني في ايه بقى هو عايز الديستنس فانت منقولة سانوي عندك معلومة ان الV دي على T فتبقى الت هي D حلو فانت عايز ايه معايا دلتا تي تي تو مينوس تي وان فتبقى D مينوس D مينوس D مينوس D مينوس D ساكن مالفرق ده ب وان مينوت اللي هي سكستي ايه ساكن حلو فنبدأ نعوض ايه دي سكستي اللي دي ممكن اخدها كامل هيبقى واحد على V2 V2 دايما اللي عنده طايم اكبر هيبقى عنده سرعة ايه سرعة اللي هي دا هيبقى ده V2 وده وده V1 فدي تيبقى 5,000 مينوس 1 over D 6,000 هو ايه في البركت طب انت تحل ازاي احنا خلاص نخلاص انت عايز لدي فلدي في سايد ايه كون حنودى بالدفايد يبقى 60 over البركت 1 over 5,000 minus 1 over 6,000 بس ونحسبها ايه على الكالكليتور فنمسك الكالكليتور 060 وهنا هتبقى 1 over 5,000 minus 1 over 6,000 فتطلع بالزبط بالرقم ده تتكلف 1.8 times 10 power 6 meter times 10 power 6 meter بس طبعا مش مكتوبة كده يا ابني ايه هيا هي مكتوبة ايه ايه تين فهيا هيا بالزبط ايه تين times 10 power power 5 meter فالاتنين نفس دي نفس دي نفس دي نتعالي بعده number 7 an oscillating body produce a complete oscillation every diva every 0.02 يبقى ده periodic time ها حلو بعدين هالكزة reach a person at a distance 170 meter يبقى ده بمية وسبعين متر حلو from the body after 0.5 seconds يبقى معايا كمان ال time بقو 0.5 seconds فانا معايا معلومتين يجيبوا ايه قالك المعلومتين دولة يجيبوا الفلوس دي يبقى لما تجيب ال v هي دستانس على time فهتبقى 170 على 0.5 نجيب السرعة فتطلع بكام تطلع ب 340 meter per second ماشي بعدين بيقولك يبقى ما علينا بلوه عايزو تعنجب اللامضة الاول اولا من الperiodic time ده او ده رجيب frequency 1 over 0.02 اه 1 over 0.02 يعني بتكلم من frequency 50 hertz حلو مع التردد ومعي فال v هو frequency في lambda فال v ب 340 اه ال frequency 50 time is اللامضة فهدي تروح بال ايه بال divided ف 340 divided 50 فتطلع عن اللامضة 6.8 100 هو عايز الدي بقى ها اللامضة ولا نص وال اللامضة ونص من first compression لل second rare fraction تعال نرسمها اهو first compression وبعدين rare fraction وبعدين compression وبعدين rare fraction فمن compression ده ل compression ده لمضة عادين من compression ل rare fraction دي هاف لمضة اهو هناو يبقى دي نص لمضة يبقى انا كل ما انا عايزه انا عايزه 1.5 لمضة يعني 1.5 times 6 point 8 بس 1.5 times 6 point 8 فتتكلم في كام بتتكلم في 10 point 2 ده ده اللي هو عايزه اللي هي من first compression لل second reflection 10 point 2 هتكون طبعا متر فالانصر فعلا 10 point 2 هو عايز زي موجة ونص compression ل compression كده بتتكلم فيه في واحدة compression reflection اللي بعدين نص دي number 7 السؤال بعد شباب number 8 بيقولك 2 tones half frequency يبقى انا معايا سوري معا frequency 680 ومعايا frequency 2 before 125 hertz ماشي قالك وقالك بروبا جيت ان ايه ان اير حلو يعني same medium same medium يعني V constant انت بعارف المعلومة دي يعني lambda اكتر من lambda plus 30 يعني 0.3 اني lambda اللي عنده frequency L هو اللي عنده lambda 2 equal lambda 1 plus 0.3 ماشي فكل انا 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 فريقونسي 1 over frequency 2 equal lambda 2 over lambda 1 فهنتكلم 680 over frequency 2 425 equal lambda 2 يعني lambda 1 plus 0 0.3 over lambda 1 طبعا عملنا رشيو ليه عشان نجيب اي lambda فهنعمل cross multiplication فهتطلع كعلى جنب 680 lambda 1 equal 425 lambda 1 وبعدين 425 425 times 0.3 تطلع 100 plus 127 20 0.5 حلو فهنبدأ نعمله بص هنبدأ نعمله دي مفروض 400 هنودي دي بال المينوس فتطلع 255 lambda 1 equal 127 0.5 فهنودي 255 بال divided فتطلع lambda بكام هتطلع 127 0.5 over 255 تطلع 0.5 0.5 هواعيز الاسبيت خلص بخلاص ما الفيه هو frequency فلم لو اختارت frequency الاولى يبقى lambda الاول اختارت frequency التانية يبقى lambda التانية فهتطلع 680 times half تطلع 340 أو meter per second طب جميل دي number 8 number 9 بيقولك the opposite figure graph A graph A represents the relation between displacement and time distance distance x covered by wave on horizontal x at a certain instant while graph b represents the same relation for the same wave with time different two seconds يعني الفرق الزمني ما بينهم تسكت الموجة دي مثلا تحركت كده شوية فبقى شكلها و A الموجة B يعني اتنين نفس الو A و B نفس ال A نفس ال و بس الفكرة ان A بعد ما ماشت شوية ماشت مقدار يقدر كفترة زمنية two second يعني مسافة خدت فترة زمنية two second فبقيت الشكل ده طب هو الشكل ده أصلا رسميته مفروض تبقى كده لو انت بدي موارا فالجز ده تزحزح لحد ده يبقى ايه الفرق amplitude يبقى amplitude time بتاعه هو لده لك اللي هو two second ده واحد تقالك كمان ان quarter periodic time time difference ده بيساعدك هو quarter ما احنا عرفين amplitude و quarter في periodic time كله كان four time time amplitude بس يعني تبقى four time two فتطلع eight second eight second كده جبنا periodic time حلو كده جبنا periodic time هو عايز واحد واحد تعال عايز وعايز amplitude وعايز frequency frequency أسر واحد لان احنا جايبين periodic time واحد على periodic time يعني تتكلم فقه point one two five hertz ماشي يبقى الجزء ده خلص عايزين amplitude واضح برضو الجزء ده هنا displacement 0.5 يبقى amplitude 0.5 متر ماشي عايز طول الموجة سهل او ناخد المنظر ده الان هو الاسهل كده نص موجة دي كده موجة الحد دين هو فالdistance كان ب20 يبقى جاكتب ان اللمضة على طول ب20 متر بس من غير حساباته لأي حاجة طب ايه تاني عايز الويف سبيد عايز السرعة ما الفلوستي هي فريكوانسي في لامدا الفريكوانسي جبناها ب 0.125 وطول الموجة 20 متر بس يبقى 20 times 0.125 فتطلع بالزبط بكام هتطلع ب 2.5 متر جميل جميل جدا يبقى انا كده خلصت السؤال نومبر نومبر ناين تعال اخر السؤال عندنا في بيقولك مربط الفرس الجملة دي يعني عندك ادي سفينة ايه وسفينة تانية اسمع ايه اسمها بي حلم قالك من هنا في سيجنال من فوق وفي سيجنال من تحت قالك يعني اللي اولى دي في الهوى واللي تحت فين في المية طب ده كلم جميل اول الطبيعي ان الصوت اسرع في الوسط اللي الجزيقات اقرب لبعض لان الصوت لانجتيود بيعتمد ان الصوت سيعم في في ساعة الميديم فهيبقى اسرع خلي بالك في الووتر يعني الجزيقات عرب فالاهتزاز هينتشر اسرع هينتشر اسرع الموجة لكن في الير اسعب وده ليأكدوا الارقام من الفلوسطينة من الفلوسطينة ماشي طب الموديل اسرع فده هاياخد وقت زمني اطول فهيبقى هاكدوا 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 المسافة ثابت فكل انا عميلا نقول فالدي هتبقى هنا واحد على في مينس واحد على في هنا وهنا ووطر اعو وهنا ووطر تبدأ بتشتغل هل الفلوسطينة عندك اه وعايز اختبع خدت فتبدأ تشتغل انا عايز ايه عايز هتودي البركت ده كله نحط تاني واحد على واحد على صورة الصوت في الهواء بس فالحزبة دي هنحسبها هتطلع لك بعد في فكرتين اللي هو نمبر تان خليبا لك وتقريبا اظن نمبر سيكس كانوا الاتنين نفس الفكرة وخلي بالك من السؤالين دول اه بتاع نمبر سيكس بتاع ايرث كويك منوتر ستيشن حوار في خطة دستانس كومن فاكتور وهنا برضو بتتكلم على يعتبر دول أصعب سؤالين في الهومورك فخلي بالك منهم حلناك لك البروبلم كلها بالتفصيل تعال ما نخش في الجزء الخاص بالإيسي والإكسبلين شوف طبعا دي long and answer the following question what is the type اهو أول سؤالة what is the type of the produced mechanical wave طبعا long longitudinal موجة طولية لأنها بتتكلم من ماشي تاني حاجة بقولك what is the direction of motion of the medium particle with respect to direction of wave propagation راجع الwave propagation كده كده انتشار الموجة القدام الاحتزاز هنا برضو بيقفل اتجاه ده اهو ده اسمه vibration ده اسمه ايه اسمه propagation اهو اهو ده اسمه propagation ده اتجاه الانتشار وده اتجاه الاهتزاز يبقى على قطعهم وبعض يبقى هو بتقول ايه long the same direction حالو تعال الصوت اللي بعضو number two يقولك انهاريني دي يوم مطر a boy notes that he saw the lightning اللي هو البر before hearing the cinder اللي هو اللي هو الرعد الرعد اللي هو الصوت البر اللي هو الدوق ده طب ليه بيشوف الدوق قبل الصوت مطبيعي عشان الفي بتاعة اللايت عالية جدا يعني تلتمية مليون متر في الثانية ده السرعة لكن سرعة الصوت الفي ساوند عادة يعني تبقى three hundred forty meter per second فاكيد الفي بتاعة اللايت اكبر بكتير قوي من الفي ساوند فال time عبل ما يوصل لك انت بقى اللايت اصغر بكتير جدا من time ال sound فانت هتشوف البر الاول قبل وتسمع الرعد لانه اسرع يوصل لنا الاول طب جميل تعال لبعضو number three بصو بيقولك ايه two glass jars contain two alarms clock jar محبوس في ايه clock يعني منبه قالك مفيش medium space فراغ من اتسمع طبعا ده طبعا وان ليه وان لان هنا فيه medium فيه هوى فيه السون بيحتاج medium لان موجة الصوت نفسه هو عبارة عن اهتزاز في المونيكولز بتاعة الميديام طبعا ما فيش medium يبا ما فيش vibration يبا ما فيش داعي لأي حاجة فيش موجة ما فيش sound يبا هنا no 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 sound اهو here ما فيش اي صوت حيتصاب ليه because هتقول له كده because there is no medium علشان sound longitudinal mechanical wave longitudinal mechanical wave بيحتاج بيحتاج توبرو باجيت طب تعالي بعده number four بيقول لك اكسبلين زا following statement elektromagnetic wave don't needa medium توبرو باجيت ليه الموجة الكهرومغناطصية بتحتاجش وسط لان هي عبارة عن electric magnetic field يعني الموجة الكهرومغناطصية هي مجال كهراوي ومجال مغناطيسي penetrate او propagate in space او or medium يعني هي اصلا موجة مش جاية من اهتزاز جزائيات وسط يعني مش محتاجة وسط عشان تهز جزائيات وفيبدأ الجزائيات تنتشر وتعمل موجة هي مجال كهرابي ومجال مغناطيسي بيختارق الاوساط بيعاب retreat propagate or medium او or not يعني هو مش محتاج واسط هو انا كده في مجال كهرابي مجال مغناطيسي مع بعض بيختاز وفيعمل موجة كهرابي مغناطيسي تبدأ تنتشر سابعة في medium او مفيش medium فهي مش بتحتاج اصلا medium تعال بعد بيقولك بيقولك بنشوف الضوء بتاع الشمس بنشوف الضوء بتاع الشمس علشان الاكترو magnetic wave الفجرات الصوت ده مثلا ولا يكون ده الصوت اللي طوال من الفجرات ما بيوصل لناش ليه عشان هنا في space والصوت عشان ينتشر وعشان يبقى فيه اصلا sound يتسمع محتاج medium محتاج تعمل vibration في الموليكول بتاع medium فكده كده الساون ده مش هيوصل لنا ده مش هيوصل لنا علشان ده mechanical wave موجة ميكانيكا ايه فده ايه need a medium لكن ده electromagnetic wave doesn't need a medium يعني السنة كلها على نفس ايه على نفس النمط طب جميل تعالي بعده astronauts اللي هم رواد الفضاء use wireless devices to communicate on the moon ليه ليه ما بيتكلموش عادي عشان نفس الفكر على المون او المون بيعتبر ايه مفيش air يعني مفيش هو فالصوت مش هيتنقل يعني اللي وقف هنا كده مثلا عشان يكلم واحد وقف هنا محتاج محتاج يبقى فيه wireless ليه بقى بص معلومة زيادة العايز يعرف wireless devices بتحول ال sound electric signals وبعدين electric signals تتحول ليه electro magnetic wave او electro magnetic magnetic wave موجة كهارو مغناطسية تبدأ تنتشر فالموجة الكهارو مغناطسية تبدأ تنتشر ليه للشخص المستقبل يعني ده ده sending ده الراجل بيتكلم اللي بيرسل طب الراجل اللي بيستقبل بيوصل له electro magnetic wave توصل له هنا electro magnetic wave يعملها يحولها لالكتريك جهاز بقى كل ده جهاز electric signal طبعا انت مش مطالب الكلام ده انا بفهمك electric signal تتحول تاني ل sound فيبدأ يبدأ يسمع فده نحية جهاز الاستقبال receiver receiver فبيدهروا يسمعوا بعض يعني بيستخدموا wireless devices علشان بدل ما بنتكلم صوت عادي انا اتكلم هو يسمعلي مش هينفع ما فيش medium فيش وسط فمش هسمعه بعض فما فيه جهاز لاسلك يحول الصوت للصوت لإشارات كهربية اهتزاز بقى ده يحوله ايه لإشارات كهربية سيجنة البسيطة غير تفاصيل إشارات الكهربية بتتحول ليه elektromagnetic wave ويبدأ جهاز الإرسال يرسل يعمل sending جهاز الاستقبال عند الشخص التاني ياخد الموجة الكارمارسية ما الموجة الكارمارسية تمشي عادي في ال space يعني هنا في space مثلا حلو هتمشي فتيجي تستقبلها جهاز الاستقبال يحول elektromagnetic wave ال electric signal وبعدين إشارات الكهربية نحولها ليه نحولها ل sound طب جميل وبعده number 3 number 3 number 4 بيقولك if the rope is fixed to the wall حلو and its other terminal is being moved up and down ماشي so a wave is produced up and down يبقى هيعمل wave transverse حلو قالك so we move your hand faster حرك إيدك أسرع يعني frequency حتزيد أكيد without changing vertical displacement من غير ما تغير ده يعني amplitude constant amplitude constant حلو يبقى amplitude لو سهل عليه constant هو بيقولك the tension force or the tension force in the rope what happened for each of the following العملتيود خلاص ثابت ال wave length مش frequency زادت يبقى lambda هتقل نحو وال frequency زادت frequency زادت periodic time periodic time حيقل أنت بتحرك إيدك أسرع إيه لا يحصل حتلاقي عملت موج موجات أكتر فالمسافة دي اللمضة هتقل لما دام اللمضة هتقل بس زمن اللي هتاخدوها يقل يبقى periodic time decreases وال wave length decreases حلو وال frequency increases طب والليس بييد لا ثابت ليه نحو نفس ال medium frequency في lambda فلما frequency تزيد اللمضة تقل وتفضل السرعة constant ده الحل بتعسوها بالتفصيل يبقى amplitude ثابت ال wave length حيقل لا يكيش periodic time حيقل frequency حتزيد وال speed ماله constant تقل بعد number five بيقولك the opposite figure شوء ايه بقى شوء sound wave which are produced by a man and girl ماشي which of the two sound waves are traveling faster مين فيهم اسرع هما الاتنين بيتكلموا في نفس medium يعني الاتنين بيتكلموا في air او بيتكلموا في air يبقى ال V ما لها ال V constant الصورة سبت او ال V constant ليه عشان نفس medium حلو السؤال الثاني which of the two waves has higher frequency اللي عنده frequency اعلى اللي عنده wave length اقل تعال نشوف واحد احد بص distance from center crest compression center completion اللي بعد دي اسمها لمضة حلو فوق او من center هنا لcenter هنا فهتلاقي دي لمضة فهتلاقي ان اللي فوق اللمضة انت عندك ادي موجة ادي التانية ونص هنا موجة ادي التانية ادي التالت او هنا عندي فيه لمضة تانية ايه وهادي فيه لمضة تانية سري لمضة لكن فوق فيه عندي او ادي لمضة تانية وهنا تعتبر نص حلو يعني في نفس المسافة في نفس المسافة نفس ال distance هنا العدد ايه هنا العدد اكتر يعني هنا ثلاثة او هنا كام هنا 2 وهين 5 يعني اكتبنا القانون هاللمضة هي اكس علي والاكس فاللي عنده ان اعلى عنده لمضة ايه عنده لمضة اقل فمين عنده لمضة اقل اكيد الجر يبقى لمضة جر ايه مالها اقل لمضة بوي ماشي يبقى العكس ال فريكوانسي فريكوانسي جر ده اللي انا عايزه بقى وكده كده مفروض انت عارف تردد صوت البنت اكبر من تردد صوت الولد ده لو انت قالك عايز الواي فعلى طول او فريكوانسي الجر جريتر زين فريكوانسي البوي حلو واي بسبب الاسباد ده اللامضة اكس على ان والاكس الدي فدي ثابتة بس العدد تحت اكتر ادي موجة اتنين تلاتة هنا ادي موجة اتنين ونص فاللي عنده عدد اكبر حيبع عنده ويفلينس اقل فاللي عنده ويفلينس اقل عنده فريكوانسي اعلى فريكوانسي الجر بس الاتنين نفس السرعة لان هما في نفس نفس ميديم جميل جميل جدا يبا احنا كده خلصنا السؤال ده تعالي بعده ماشي يعني من الكبير للصغير مين اكبر طبعا سري يعني طبعا ادي اطول موجة بص كل ده عشان تعمل ليه موجة يبقى لامضة سري greater ز 2 1 الاتنين نفس هنا بالضبط نفس يبقى اكبر من لامضة 2 اللي بتساوي لامضة حيلا طبعا انا جيت لفريكوانسي مو معكس بعض يبقى فريكوانسي 3 less than فريكوانسي 2 اللي هو equal فريكوانسي اعلى فريكوانسي 1 و و فريكوانسي 3 يبقى العكس اكبر و اقل فريكوانسي هي 3 بس مجرد عملت ترتيب ودي كان ما بين ما بين ما بين ما بين تعال بعض number 7 بيقولك ايه بيقولك the opposite graph شوز the relation between vertical displacement حلو and time in a wave motion which is formed in a rub what is the type of formed wave لو قال vertical displacement دايما يبقى transversal transverse wave جميل جميل لانها بتكوى من كريست و طرف ندور على periodic time او periodic time بكام بفور سجل يبقى الfrequency بكام واحدة اربعة بس طب بعدين عايزي draw using the same scale the relation between displacement and time for a wave that has double frequency and half amplitude double frequency لما frequency تزيد للdouble فده معناه ان الperiodic time هيقل النص زاد double ده يقل النص يعني periodic time يبقى اتنين periodic time يبقى اتنين يعني الحد هنا الموجة عالكش هيقل النص كان اربعة يبقى كام يبقى اتنين عشان frequency زاد للdouble والamplitude كمان هيقل النص لانه قال لك double frequency وhalf amplitude half amplitude على الموجة يبقى اخيرا هنا فانت هيا عايز موجة فانا موجة بس عايز تجمل اهو يعم بس كده يبقى انت كده عملت double frequency يعني ل periodic time يعني periodic time يبقى 2 مش 4 والamplitude L النص هو half يعني بدل 2 يبقى كام يبقى ومنطل بساطة كده وترسم على نفس كده شباب احنا خلصنا السيشن بتاعتنا تماما وعملنا كوريكشن كامل للهوبرج خلصنا وخلصنا تعمل لنفسك وتشوف غلطاتك وتشوف الأفكار الصعبة تحلاتين ورا وقلم تشوف لو في أفكار انت باكوتش فاهمها كويس تعمل لها كوريكشن جميل شدو حيلكو وان شاء الله مستشن الجاية حيبقى فيه امتحان شامل عشان احنا خلصنا كده شابتر هنبدأ شابتر جديد بيتكلم على اللايت وموضوع جديد شدو حيلكو وان شاء بك على خير سلام عليكم